السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي شخصيا سوف أخصصها الحديث على بعض النقاط المتعلقة بمونديا القطر أول شيء أهنئ المنتخب المغربي على وصله إلى المرتبة الرابعة في مونديا القطر بالرغم من الخسارة أمام نظيره الكرواتي فشكرا للعبين شكرا للطاقم التقني كل من ساهم في وصول القرى المغربية إلى هذا المستوى وشكرا لكل من دعم المغرب في مسيرته في هذا المونديا من جميع أنحاء العالم بدون استثناء أود كذلك توجيه الشكر لعائلة الحاكمة في قطر ودعمها للمنتخب المغربي وكذلك دعمها حتى للفرق العربية التي شاركت في هذا المونديا فهناك بعض نقاط شخصيا التي أريد تحليلها ربما سوف يوافقني الرأي المشاهدين وسوف يعارضني البعض هذه الأمور يعني لها علاقة بآخر تقريبا مقابلة للمنتخب المغربي من بين النقاط التي ركز عليها الإعلام العربي وأرى المشاهد العربي على منصات التواصل الاجتماعي هو غياب الأمير تميم عن مقابلة نصف النهاية بين فرنسا والمغرب فهناك العديد الذين اعتقدوا أنه هناك شيء ما وراء غياب الأمير تميم بالطبع لا يمكننا كمشاهدين يعني التنبؤ بما دفع الأمير تميم إلى عدم حضور هذه المقابلة شخصيا أعتقد أنه من المنطقي أن لا يكون الرئيس الأمير تميم في هذه المقابلة نصف النهاية التي جمعت بين المنتخب المغربي والفرنسي لماذا؟ لأنه كان هناك حضور مهم للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إمانويل ماكرون يمثل الحكومة الفرنسية والدولة الفرنسية فغياب الرئيس تميم أعتبره من المنطقي أنه أمر عادي لأنه الأمير تميم لا يمثل المغرب أمير تميم يعني يشجع الكرة المغربية ويشجع لاعب المغربين لكن لا يمكن أن يكون في المنصة الأمير تميم والرئيس الأمريكي لأن الرئيس الأمريكي هو رمز لفرنسا أما الرئيس تميم فهو حاكم لقطر وليس حاكم للمغرب فبالطبع العديد من الناس يقولون أنه ربما هناك أخبار أو أن هناك عدم اتفاق بين الرئيس الفرنسي والأمير تميم هو ما دفع الأمير تميم لحضور المقابلة شخصيا أعتقد أنه من كان عليه حضور هذه المقابلة بالضبط وهي من الأمور التي ربما العديد من الناس لم تتحدث عليها وهو أنه كان من المفروض في مقابلة نصف النهاية وهي أول مرة يصل فريق إفريقي عربي إلى هذه المرحلة أنه كان من الأجدر حضور أعلى سلطة في البلاد في المغرب متمثلة إما في الملك محمد السادس أو ولي العهد الأمير مولاي الحسن أو الأمير مولى رشيد يعني واحد من هؤلاء الثلاثة كان من المفروض الحضور كان من المفروض الحضور لأنه مقابلة فرنسا مع المغرب ليست فقط مقابلة كروية بل هناك أمور سياسية لا ننسى أن المغرب تعتبرها فرنسا ما زالت مستعمرتها المغرب وتابع لفرنسا المغرب ما زالت تحت التبعية الفرنسية في جميع الأمور حتى لو أردنا نقران هذه الأمور فالمغرب تعتبره فرنسا ربما مستعمرة بالإضافة لمشاكل التي تتخبط فيها السياسة الخارجية بين المغرب وفرنسا فشخصيا كنت أود على الأقل حضور ولي العاد المغربي في هذه التظاهرة على الأقل لأننا نعلم أن ملك محمد السادس ربما يعاني من مشاكل صحية فكان من المجدوء من الأولى حضور إما الأمير مولى رشيد أو ولي العاد الأمير مولى الحسن فهذه بالنسبة للتعليق على غياب الأمير تميم الذي أعتبره شخصيا أنه منطقي لأن الأمير تميم لا يمثل المغرب بالنسبة للنقطة الثانية والتي تحدث عليها العديد من الناس وهي الظلم التحكيمي في هذه المباراة التي جمعت بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي نعم كان هناك ظلم تحكيمي هناك ضربة جزاء الكل يعني علقة على أنها ضربة جزاء لكن معك من الأسف الحكم المكسيكي يعطي ورقة أو إنظار لأحد اللاعب المغربة عوض أن يمنح ضربة جزاء للمغرب شيء الذي سوف يغير العديد في هذه المقابلة فالتحكيم في هذا المونديل هناك بعض الحكام الذين يعني وصمت عار على التحكيم الدولي بالطبع المغرب قام برفع تعوى أمام الفيفا بخصوص هذا الحكم الحكم لو صدرت يعني قرار من الفيفا في حقه أكثر شيء ربما تقوم به الفيفا هو توقفه من يعني باقي المباراة في المونديل والآن نعلم أنه لم يتبقى شيء في مونديل قطر أو ربما أنه لن يقوم حكما في مثلا بطولة ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية هذا يعني أقصى حد نفس الشيء هو الذي وقع في الحكم الإسباني الذي أضار يعني مقابلة هولندا والمنتخب الأرجنتيني هذا الحكم الذي تم توقفه من يعني من جميع مباراة هذا المونديل لأنه كان بطلا في إعطاء الورقات أو الإنظار الأصفر في العديد من اللاعبين وأطار غضب أقول غضب لاعب ليوميسي ليتم مثلا منع هذا الحكم من إتمام هذا المونديل نفس الشيء حسب تصريحات اللاعب البرتغال في مقابلة أمام المغرب أن الحكم الأرجنتيني الذي أضار هذه المقابلة كان يعني غير متحيز لمتخب البرتغالي وأنه أصدر العديد من القرارات ضد المنتخب البرتغالي وكل تابع يعني تعليق اللاعب بي بي لاعب الدفاع في البرتغال الذي قال بأنه هذه يعني علامة على أنه المونديل سوف يعطى إلى الأرجنتين فالكل كان يعتقد أنه ربما هذه السنة لن يكون هناك ضرم تحكمي لكن معك من الأسف هناك ضرم تحكمي نفس الشيء وقع اليوم في المقابلة جماعة المغرب مع كرواتيا مع احترامي للحكم القطري هناك قرارات اتخذها الحكم ليست في مصلحة الفريقين يعني على حد السواء ليس فقط الفريق المغربي وحتى الفريق الكرواتي كانت هناك قرارات كان من أجدار أن يكون فيها صارم هذا الأمر سوف نتابعه يعني في قدمي الأيام هل سوف يكون هناك يعني قرار تأديبي ضد هذا الحكم كذلك أم لا بالنسبة لنقطة الثالثة التي يجب أن يعلمها الجميع وهي الفيفا الفيفا هي منظمة منظمة تقوم ب يعني إجراء المباراة الدولية تتحكم في حتى مصير العديد من الدول فالفيفا في مصلحتها أن يتأهل المنتخب الفرنسي والأرجنتيني النهاية لأنه تأهل المنتخب الفرنسي والأرجنتيني إلى النهاية فيه العديد من المصالح المالية والمداخل المالية لأعني الفيفا الفيفا لأنه ربما حضور مثلا نقول مثلا مئة ألف فرنسي ليس مثلا مثل حضور أربعين ألف مشجع مغربي وهكذا فالفيفا هي منظمة مفيوزية بهذا المعنى يعني مافيا تتحكم في العديد من الدول هناك العديد من الأمور التي تحدثنا عليها سابقا بخصوص يعني الرشاوة فساد توقيف العديد من القيادات في الفيفا على رأسهم زيب بلاتير على رأسهم ميشل بلاتيناء الفرنسي في عديد من الفضائح هناك جو هافلانش رئيس الفيفا البرازيلي يعني من أواخر تقريبا السبعينيات هناك العديد من يعني المشاكل فالفيفا هناك لها مصالح يعني الفيفا تدافع على مصالحها في هذه التظاهرات الدولية ننتقل الآن إلى النقطة التي يعني أطارت الجدل وهي نقطة المتعلقة بقطر فكما تعلمون قطر شخصيا أعتقد أنها نجحت في تنظيم هذا المونديل قطر فرضت العديد من الأمور التي ربما دولة أخرى عربية كانت يعني لم تستطيع يعني تنفيذها وتطبيقها مثلا أعلام المتلية يعني الخمر بالنسبة للمشجعين العديد من الأمور يعني فرضتها قطر على في استضافتها على الجمهور من جميع العالم عنحاء العالم يعني احترام تقاليد المجتمع القطري والمجتمع يعني العربي بالطبع هذه الأمور لن تمر هكذا على يعني العديد من أنصار كرة القدم في جميع أنحاء العالم خصوصا على القرى العجز أوروبا فأوروبا سوف تفعل وفعلت العديد من الأمور للطعن في قطر آخر شيء آخر شيء تم الحديث عليه هو استقالة يعني أو ربما إقالة نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي وهي إيفا كيلي هذه السيدة تم توقفها أو التحقيق معها الآن في بلجيكا رفقة ثلاث أشخاص يعني هم أربعة أشخاص تم توقفهم بتهمة الحصول على أموال من قطر للضغط على الاتحاد الأوروبي في اتخاذ بعض القرارات لمصلحة قطر بالطبع هذه الأمور لا يمكن الحكم فيها الآن لأن هناك تحقيقات لكن مع كم الأسف ظهرت أن هذه التحقيقات يعني تحقيقات حقيقية فهذه الأمور سوف تضر بمصلحة قطر نتمنى أن يكون هذه الأمور كلها مفبركة وأن لا علاقة لها بقطر الآن أختم بآخر نقطة وذا تعلق بمقابلة النهائية بين فرنسا والأرجنتين قلتها في الفيديو السابق يمكنكم تصديقه يمكنكم عند تصديقه يفصلنا على الأمر 24 ساعة وهي أن شركة إلكترونيكس أرت أو الشركة الإي أي وهي الشركة المنتجة لألعاب الفيديو جيم هذه الشركة كما قلت في فيديو سابق توقعت الفائز في منذ 2010 و2014 و2018 وفي سنة 2022 تتوقع هذه الشركة أن الفائز سوف يكون الأرجنتين هل تنبؤ أو توقع هذه الشركة سوف يقع سوف نتابع هذا الأمر بعد 24 ساعة من الآن لكن هناك أمور يجب توضيحها وهي أنه قبل يوم تم الحديد على أن هناك خمسة لاعبين أساسيين في المنطقة بالفارسي تمت إصابتهم بفيروس ربما هؤلاء اللاعبين لن يتمكنوا من خوض هذه المباراة بالطبع هذا الأمر سوف يذكرنا بالطبع بما وقعها في سنة 1993 في سنة 1998 للناس الذين ربما لا يتذكرون هذا التاريخ كانت البرازيل تسيطر على مونديال 1998 ووصلت إلى النهاية قبل ساعات من المقابلة النهائية يتم إخبارنا وإخبار الجميع تم الحديد على أن رونالدو نازاريو رونالدو وهو المهاجم البرازيلي لمنتخب البرازيل أنداك أنه لن يلعب ولن يكون في اللائحة النهائية التي سوف تخوض المقابلة النهائية ساعات قليلة فقط قبل المقابلة سوف يتم إضافة اسم رونالدو نازاريو إلى اللائحة النهائية شيء الذي أطار غضب اللاعب البرازيلي أنداك إدموندو الذي كان سوف يعوض رونالدو في هذه المقابلة بالطبع العديد من الناس تحدثوا على هذه المقابلة وتحدثوا على سر هذا القرار القرار أن رونالدو لن يلعب وفي آخر لحظة رونالدو سوف يلعب في الآخر يعني البرازيل سوف تقصره المقابلة هناك من يقول أنداك أنه ربما تم تخدير اللاعب البرازيلي هناك من يقول أنه هناك شركة نايكي وهي الشركة الراعية للمنتخب البرازيلي والراعية لرونالدو نازاريو هي من ضغطت على رونالدو من أجل القيم ببعض وصلات الإشارية الشيء الذي رفضه رونالدو فضغطت على أنداك على المنتخب البرازيلي أو على الناخب البرازيلي بعدم إدراج رونالدو في اللائحة النهائية هناك العديد من التكاهنات التي لم يتم تفسيرها إلى ربما غاية 2020 حينما تحدث رونالدو نازاريو على أنه أصيب بتشنج يعني بعد تناول وجبة غدا في الفندق ذهب للنوم فأحس بأنه يعني ليس في أمر جيد يعني ليس في حالة جيدة الشيء الذي أدى بالناخب البرازيلي أنداك إلى عدم إدراجه فهناك العديد من المشاكل هناك من يقول أنه أصيب بنوبة يعني نوبة أو السيجر لا أتذكر هذه الكلمة بالعربية فهي الشيء الذي دفعها اللاعب البرازيلي إلى عدم يعني وضعه في اللائحة النهائية للمنتخب البرازيلي وبعد ذلك سوف يتم إضافة فهناك العديد من المشاكل هناك العديد من المشاكل هاي لعبة من الفيفا أعتقد شخصيا أنها لعبة من الفيفا إذا كانت شركة العاد فيديو تتوقع بالفائز ويفوز فهذا أمر يعني ربما لا يمت للكرة بصلاق فربما هناك أشياء تفرضها الفيفا ربما تحكيم ربما ظروف ربما خطط تفرض على الناخبين في المونديل أن يقوموا بها من أجل الوصول إلى الهدف وهو أن هذا الفريق يجب أن يفوز أو أن هذا الفريق يجب أن نعب الأدوار النهائية لكم التعليق على هذا الأمر شكرا لكم والسلام عليكم